في كل ورقة يمر بها العراق من أوراق سوداء أو حمراء لابد من ورقة بيضاء تكتب بقلم القانون وسيادته وتعلو كلمة القضاء فيه رسالة عدل وخدمة للإنسانية ورئيس مجلس القضاء الأعلى فاق زيدان ليس رجل محكمة فحسب بل هو القاضي والإنسان والمسؤول الذي يكرس دور الوطني الفاعل بين ابناء الشعب رغم تكالب الويلات السياسية والأمنية والاقتصادية على البلاد يدعم زيدان تطوير الأداء وتلبية متطلبات الشعب في المجالات كافة فيحقق أمنية بطل عراقي فاز بنزال المواي تاي الذي طلب مقابلته في حال تحقيق الفوز ليستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فاق زيدان وافد الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي تاي بوكسنج الفائزة بخمسة ميداليات في بطولة العالم للمتقدمين بالمواي تاي التي أقيمت مؤخرا في أبوظبي بمشاركة خمس وثمانين دولة ليكرمهم على إنجازهم العالمي في سابقة هي الأولى من نوعها يحققها رئيس أعلى سلطة في البلاد في رسالة من القضاء العراقي يكتبها زيدان للعراقيين أن خدمة البلد ولو كان في أشد أزماته لا يمنع رسالة العراقي الوطني في أن يسعى لتحقيق أمال الشارع في كل المجالات ولذي يقف على رأسها بناء مشروعه السياسي تماما كما هو الأمل بغد جديد يعيش فيه العراقي تحت راية القانون سيادة وهيبة للعراقي أمام الأمم اشتركوا في القناة